مدرب التراجي الرياضي التونسي الروماني ريقي كامب أعمل منذ قليل نقطة صحفية في الحديقة بي تحدث فيها على برشة مواضيع اللي شد انتباهي في كلامه اليوم قل زمنا معك انت سيريذا قل جيت للتراجي للفوز بالأقاب نملك كل ما نحتاجه في الفترة الحالية في الفريق عندي لعبين مميزين عندي يمكن أحسن الفرق في إفريقيا جيت الفوز خاصة بدوري أبطال إفريقيا والقاصري قاعد يعاون فيه برشة في المهمة بتاعدي يجي عليها أولا نسا نحب نقول بكل صراحة نحكي على أنسان نعرفه ريجي كامب عشت معه في وقته هو في دولة الإمارات عمل العامين مع نادي الوحدة إلى روم بورتي دو تيتر أخذاء نادي الوصل في وضع سيء جدا وطلع على الفريق المستوي يقول لك وقته يبدأ يلعب بالفريق من كل كشكون والانترنور نجيج الانترنور معناتها من الرندمن مثل الإكيب بالماتش السيد هدا مدرب بصراحة يلعب الوفنسيف سيفريق من حقه بيش يبدأ في بعض الاحيان في بعض المباريات وأنه الكنانة كرة القدم هوات فلسفة هدية بعض الناس ما مش مستعرفين بها مع كل الاحترام يليهم وأنه كرة القدم فيها لو لكو تيدي فوسيف يجبني ندافع على روحي بيش نخرج بثلاثة نقاط متاعي انا نقول مبروك على الترجل رياضي في الوقت الحاضر لانا نحكي على انسان نعرفه معناتها نعرف خدمة وموت معنديش بي علاقة راو بلكش الناس يسمعوني يسخيلوا صاحب ونقعدوا مبعا انا نحكي على انسان على الخدمة متاعه اللي شفتها منذ 4 أو 5 عام في الإمارات السيد هدايا إلى فايد بوري جلتها مع الجمعية هذا شو نقول انا هذات الشخصية وحياته الخاصة اللي برشة ناس دخلت فيها وهذا معنتها انا نشوفها بصراحة بكل احترامي كل واحد عنده رأي ما انا جبدوش انسان ناس وهذا ضربته وعطته طريحة انا الكنترا متاعي مع الاسبرانس الكنترا الاسبرانس مع ريجي كامب موش مع مرتو اذا هالحكايات هذية ماذا بينا بو في فيسبوك تجبدو ذو مما فما الناس تغفر يا اخويته تقولي فيسبوك يا اخي فيسبوك ما يوصلوش لهوا ما هو يحكيه لزادة عنده مدرج ما يحكيه ما نحبوش ندخلو في المتاهيات هذية احنا نقولو مبروك راو بولو بياندي فوتبول تونيدي احنا ما نيش نحكي بارك هالاسبرانس وقت الانسان يجيني كيما تغفر ما انترا نتعلكي بافريكا خاعد يعطي في نتايج اهو سيامن خاعد يعطي في نتايج في باجة ما نعطيهم حق المدرب اذا شو نقول انا فما حاجك هي هي مهمة اكثر من رجي كامب الملعبية الملعبية اللي لاحظتوا شوية في الماتشويت المتاح الاسبرانس وانه في شوية تكبر وكأنه الاسبرانس وحده تلعب في الترى لا يا اخويا اكثرهم بصراحة بكل صراحة كورت خدمة ماش ماش مربوح بالمسبق تدوى دوني امبورتونسة توم ماش تدوى رسبكتي الاسبرسير يزمك تعطي انتي ما عندك موش على خطر انتي يسمك اسبرانس ولا اخو اسمه ادراك اوه تفوى حتى حتى الجيز التكنيك دو ستان جوار في الاسبرانس بيتكبر دعونا نقولها مثلا يوسف البلايلي ستان جوار انا جبتك بيش تلعب بكل كورتين جوار تقول لي انتي تمشي حتى مماش بيش تاخل الكورة وتقول لي انتي الورغانيزاتور دلي كيف انا بصراحة نعطي رأي ويلا ديسبلين ديجوه الماتش الاخر كان بيه يوسف البلايلي ممكن ممكن مع القصري خطر عداش وش الانتنار بركة اخويا اسلام وهذه ينزب الناس كل تعرفها الانتنار يخدم من الجامعة كاملة بيش يحب يربح الماتش متاعو بيش نوع بيش يربح الماتش متاعو بالمدعبية يبقى اش نقول انا في الاسبرانس يبقى انا في الاسبران يبقى انا في الاسبران كوتش يامنزب الفاني خان اخويا رايك فيه المدرب هذي يتلقى اما عطى راجل هذي تونسي حكينا فيه بانقبال لك نحن نهمني رايك انتي زاد كامب كما قال دجا في البرودة ذي كان تبع ياسر في البطولة الاماراتية وكانت تحلل معنا في بوضابيا بوضابيا ومعطى الفورسة اللي مش نلعب في الريخ والهيلال الغديكة واصل دعاونا ندي الوصل وقتش هذا الوصل واتفرجت معطى جيتني متى الفورسة مش نتفرج في ليزون ترامو اسلام ام ماعطى تي3 تعرف ندي الوصل يعرف اللي يفهمه كايو مش المهاته كايو قبل ما يجيه هو يلعب فريستايل واحده فهمتها معه هو يعرف اقلم عن النجوم هو معتا كما قلوا فيها حبينا ولكرحنا يوسف البلادي معتا نجم في التارجيرة ذي تونسي وفوما برشا نجوم في التارجيرة ذي تونسي رب يقصت كلامك سمحني اخوي اسلام خرقت تصويره هانه بارح بارح يظن برمير سيونس متاعوه يضحك ومتعامقين مع بعضهم يوسف البلادي وريجي كامب هو كلام سي يامن صحيح دونك اذيال شدتني معتا في الزنترامون وقتا ما عملنا دو زنترامون متفرجش فيه با حبيت والكرهات ماتا كمبيتنس وفل وصيرتو في دول الخليج وصيرتو في الإمارات الانترنور رو ميصبروش عليه بارشا يريني دو جران كلوب ماتا الوصل و الوحدة ماتا سبا دي وازار وحتى الفلوس اللي يخذ فيها ماتا بارشة فلوس ماتا في الوحدة وفي الوصل وصبروا عليه وخذيه ومش صبروا عليه با ماتا في الأخر بكل اخذيه اللي تيتر في الاسبرانس محتاجين ماتا مدرب اللي هو ماتا تيتري اللي مدرب اللي هو زيد حاجة اخرى موش كبير فلعمر ماتا 47 عامر ماتا 47 عامر ماتا يفهم ماتا العقلية متاع متاع ماتا لجون جوور متاع ماتا لجون ماتا لجوور شوفروني تيتري كما قال توسية اللي عنا دوز انترنور ماتا توا معا في الوقت الحالي ماتا نمشي يقدموا إضافة فنية للكورة القادمة التونسية بين توني وريقي كامب بزيدة طلع النبو ماتا اللي زي كيب اللي طلعين توا ماتا نصور ماتا الكورة قاعدة ماتا تتطور شوية وصورتو ماتا الاسبرانس والكلوب افريكان محتاجين ماتا نطلع في النيفو متاع متاع الفوتبول كامير بالخليل يبدو انه معامل برش على اسكندر القصري حتى متصريحات متاع ويقول القاعد يساعد فيها باش نارف اكثر القلوب طبيعي جدا وهذا الفكر الصحيح متاع المدارب كما كانوا يحكيه وطالو خيان وما يعرفه اكثر منه لكن هذا دليل على انه انسان ذكي معانتها مجاش بك عقلية القطيعة معانتها ننقص معلي كان قبلي هو يعرف مليح اسكندر القصري ولد تراجي رياضي ويعرف اجواء تراجي رياضي وحتى من ناحية نفسية نجمعا ونبشيفهم كل ملاعبي تعرف انتوما دربتو تعرفو ثم ملاعبية معانتها في مخاخهم وفي نفسياتهم يزم ثم طريقة في عام المعام اعتقد انه اختيار صعب منه ونخلي معانتها اسكندر القصري ويعمل عليه وزيد كاسكندر في حد ذاته كافائرة ومعانتها راجل معانتها عامل لبروف متاعه ودونك اسكندر بش يذيف للمدرب هذيه دونك ما هوش ان فيجوران اعتقد ان اسكندر بش يذيف للمدرب في العمل تاعه شرتوه في البريود هذيه معانتها في تحضيرات ملاوين واضح الراجل في تصريحات ومعطف عارف الهدف الاول اللي يجي عليه هو الشامبيونز ليك اكيد اسلام راو مدرب اليوم بش يجي يريني تراجي ذول يفهمه ديزوبجيكتيف بش يجي يخدم عليهم وهو ذولي مدرب على حسب اللي نعرف اللي كونه مستهنس بالالقاب ورباح ويلعب على الالقاب متبقى اسلام راو مش هاذا المشكل راو اليوم راو عمل الميدان هو اللي بش يحكم المدرب يناجم يكون كي جوار ناجم جوار اليوم تجيبه باسمه ملابي وهدف وكل شاية ميتماشياش اليوم في الشامبيونات بتاع تونس واللي نعرف وكشوفت معانتها كاردوز وما كانش عنده سيفي باي وصل فينا للشامبيونز ليق هزل تراجي ما كنتش معانتها تستخيل كاردوز وبش يعمل نتائج هذيك المدربة ذي يناجم اليوم اخي مدربة ذي عارف اللي عانا تيران في مجهز البيب كيفية يعرف التيرانات متاعنا كيفية احنا عانا راتس بركة وهنا حيرين فيه اربع جمعيات معتا في بالوظائية متاع الشامبيونات بتاع تونس واسكو اللي فيكتيف حاشتوا به كماذاك وانا اللي نعرف ونحنا اليوم الناس كل تحكي عال الظاهرين في التراجي علم لعبية اسكو هو اليوم عاجبوا اللي فيكتيف معتا متناجموش تحكموا عليه من طوي قال لي كيفيكتيف محترم جدا تابعا هي يقول محترم وبعد كي يعرف الحقيقة يعرفوا ويوالي في ديسان بريخام في ريكوت مونيت شنوى كيفية اللي فيكتيف تراجي متواضع معناها اخي بيانسور اك شفت معتا فهم حاجات في النقص معتا سوى في الدفاع ولا في اله ولا فقوة شنو بيانسور اخي انترونير اللي اللي مجيب لي فيكتيف تحملين هسبيه لقابك يبدن ايش مقتنع بيه اليوم في السيانس الولى هي هنطلت مقتنعه هي مقتنع طلوان 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 في الايام تتجاه تتثبت اذا معناتا فهمتا معناتا ممكن مناش مشروعكو عن انترونير تخليه يخدم على روحه وبعد تنشوفه النتائج وكيفاش تبدلت اللي كيب وكيفاش والي تتكاور الوفنسيف وتنشوفه وبعد يثبت في الملاعب مع الكورة موسيقى موسيقى